بالغة بزيارتكم إلى مصر والتي تأتي للبناء على سلسلة من الزيارات الناجحة رفيعة المستوى التي تم تبادلها بين البلدين في الفترة الأخيرة وعلى رأسها بطبيعة الحال زيارة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مصر في 14 فبراير الماضي وهي زيارات تهدف جميعها لتعزيز التعاون والتنصيق المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما كما تسهم هذه اللقاءات وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس أردوغان إلى مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي بل والعالمي بواقع ما يمثله البلدان من ثقل كبير وحضور ظاهر في محيطهما كما اتفقت مع أخي الوزير هقان على البدء فورا في التحضير لإنعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى رئيسي الجمهورية في البلدين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد التقى بالوزير هقان الذي تشرف بمقابلة السيد الرئيس اليوم وكانت زيارة ولقاء بناء للغاية وتم التناول كافة مسارات التعاون الثنائي وأيضا العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك تحدست والصديق العزيز الوزير هقان اليوم بشكل مطول حول سبل مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين بلدين وبين شعبين وقد أكدنا خلال هذه المباحثات على تطلعنا للبناء على المصاري الإيجابي الذي تشهده العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين في الأونة الأخيرة حيث تعد مصر الآن الشريك التجاري الأول لتركيا في القارة الإفريقية كما أن تركيا واحد من أهم مقاصد الصادرات المصرية للخارج لقد توافقت مع الوزير هقان اليوم على تكثيف العمل سويا خلال الفترة القادمة للوصول بالتبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 15 مليار دولار خلال الفترة القصيرة القادمة ولدينا الإمكانيات الهائلة لدى الاقتصاد التركي والاقتصاد المصري للوصول بالتبادل التجاري إلى هذا المستوى وأكدنا العزم أيضا على جذب مزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر وتنويع مجالاتها لا سيما في مجال التصنيع وتوطين الصناعة والتي تعد على رأس أولويات الحكومة المصرية الحالية كما تحدثنا عن أهمية استفادة أيضا القطاع الخاص التركي من المزايا التي يقدمها الجانب المصري والاقتصاد المصري خاصة فيما يتعلق بالمزايا والحوافز والعمالة الماهرة وفضلا عن العدد الكبير من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وتركيا بالعديد من بلدان العالم والمناطق حول العالم فضلا عن القرب الجغرافي بطبيعة الحال بين مصر وتركيا السيدات والسادة بطبيعة الحال أن مصر وتركيا بتاريخهما المديد ودورهما الإقليمي المستمر يتحملان نصيبا كبيرا من المسئولية عن الأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة المحورية من العالم خاصة في ظل ظروف الاستقطاب الدولي الراهن بكل تبعاته السلبية على الأمن العالمي وكذا في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات خطيرة وبؤر للتوتر والصراع وتظل مصر وتركيا على استعداد دائم لتنسيق جهودهما والانخراط في تعاون بناء من أجل صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين الازدهار والتقدم لشعبيهما وشعوب المنطقة جميعا لقد تبادلت أنا والصديق والأخ العزيز الوزير حقان خلال مباحثاتنا اليوم وجهة النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وقبل ذلك تحدثنا أيضا باستفادة كما ذكرت عن العلاقات الثنائية في مجال التبادل التجاري في مجال الاستثمار وأيضا في قطاع السياحة وتدارسنا حول سبل مزيد من تنشيط هذا القطاع الهام خاصة ونحن الآن لدينا خطوط طيران مباشرة بين مصر وتركيا ونعمل على زيادة ومضاعفة عدد السياح الأطراك الذين يزورون وطنهم الثاني هنا في مصر حتى يتناسب مع عدد أيضا إخوانهم المصريون الذين يزورون تركيا كما ذكرت تحدثنا بشكل مطول عن العلاقات الثنائية وعن التنصيق على مستوى الرئيسين والوزيرين وأيضا على مستوى كبار المسؤولين وستكون هناك اجتماعات وجلسات مطولة للتشاور السياسي بين بلدين إقليميين كبيرين تحدثنا بشكل معمق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتهم العالم كله تحدثنا بطبيعة الحال عن الأزمة والكارثة التي تحدث في غزة تحت مرأة ومسمع من العالم تحدثنا عن الأوضاع بشكل مذهب الأوضاع في ليبيا الأزمة الليبية وتحدثنا عن الأوضاع في السودان وتحدثنا عن المشكلة اليمنية وعن الأوضاع في البحر الأحمر وتحدثنا في قضايا هامة إقليمية على رأسها قضية مكافحة الإرهاب بطبيعة الحال والتعاون المشترك بين مصر وتركيا لمكافحة الإرهاب والعمل على خفض حدة الصراع والتوتر في المنطقة وكلنا نعلم أن هناك تصاعد لحدة الصراع والتوتر نتيجة لسياسة الاختيالات السياسية التي نرفضها بشكل كامل وندينها بشكل كامل تحدثنا أيضا عن التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها علينا الصراعات الدامية والنزاعات الخطيرة والحروب المشتعلة في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم وتحدثنا أيضا بشكل مسهب على التعاون المشترك بين بلدين فيما يتعلق في التعاون في القرى الإفريقية لقد أطلعت صديق العزيز السيد فيدان خلال مباحثتنا اليوم على مستجدات المساعي المصرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بما يضع نهاية للحرب الوحشية والمرفوضة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني البريء الأعزل في قطاع غزة وبما يعمل على تأمين نفاذ الإنساني للمدنيين في القطاع بشكل كامل وبدون مشروطية وتحدثنا عن الجهود التي تبزلها مصر مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ويهمني أن أؤكد في هذا السياق على التقارب الشديد في رؤية البلدين حوالها هذا الأمر وكما أكدنا على ضرورة تجنب الانفجار الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة لسياسة الاستيطان والسياسات الاستفزازية التي يقوم بها قطعان المستوطنين بشكل ممنهج وأكدنا أيضا على أهمية العمل أن يكون العمل على تنفيذ حل الدولتين وليس الحديث عن حل الدولتين والدخول في مفاوضات لا تنتهي وإنما تحدثنا عن الأهمية البالغة لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال لأن أصل المشكلة وأصل لب الصراع في المنطقة هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأكدنا على تنفيذ حل الدولتين بما يضمن إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها بطبيعة الحال القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وأوضحنا وأوضحت الرفض الكامل لسياسة الاختيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة وأكدت على أهمية حشد الدعم لوقف هذا التصعيد الخطير في المنطقة والحيلولة دون خروج الأوضاع عن نطاق السيطرة وانزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية شاملة وتوافقنا في الرؤية مع صديقي الوزير هقان حول هذا الأمر ولعل زيارة معالي الوزير بالأمس إلى مدينة العريش وتفقده لمطار العريش وأيضا تفقده لمعبر رفح من الجانب المصري وأيضا مقرات الهلال الأحمر المصري كانت رسالة واضحة لا نستغربها على تركيا ومواقفها الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية بشتى الطرق أقول رسالة واضحة للعالم كله بأهمية العمل بأسرع وقت ممكن من أجل بالتأكيد وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني والعمل أيضا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية والصحية دون أي مشروطية ودون أي عقبات توفقنا أيضا خلال مباحثتنا اليوم على ضرورة تعزيز التشاور بيننا وبين بلدينا حول الملف الليبي مع التأكيد على أن نجاحنا في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يمثل بطبيعة الحال نموذجا يحتزى به في تعزيز الأمن والاستقرار من جانب دول المنطقة التي تظل الأقدر على فهم تعقيدات أوضاعها وسبل تسوية الخلافات القائمة توفقنا أيضا على أهمية صون وحدة ليبيا والملكية الليبية للحل وأعربت من جانبي عن تطلعنا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن وبشكل متزامن وبما يسمح بإعادة توحيد المؤسسات الليبية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية تنفيذا للمقررات الدولية وبما يعيد ليبيا للليبيين ويحفظ ليبيا وحدتها وأمنها وسيادتها واستقرارها وأود الإشارة أيضا أنني أكدت خلال المباحثات مع الصديق الوزير هقان على ترحبنا بالتصريحات التركية الأخيرة بالاستعداد للعمل على حل الخلافات مع سوريا وبما يحفظ سوريا وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ويمكن سوريا ومؤسساتها من مواجهة خطر الإرهاب والعمل على ضحر خطر الإرهاب الذي يمثل تهديدا للاستقرار في المنطقة وأؤكد دعم مصر لكل جهد صادق من شأنه التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة السورية وفقا للمرجاعات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 22-54 وبما يعيد لسوريا الشقيقة استقرارها المنشود وينهي كافة مظاهر التدخل الخارجي في شؤونها ويرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وأود أن أعرب أيضا عن ترحبنا بالأجواء الإيجابية المتنامية في منطقة شرق المتوسط بين الجيران الشماليين ونؤكد على أهمية استمرار هذا التعاون والتفاهم لتحقيق الاستقرار والسلام والإزدهار لشعوب هذه البقعة الهامة من العالم والاستفادة المشتركة مما توفره من موارد طبيعية أخيرا لقد تطرقنا أيضا إلى مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها السودان والأوضاع في السودان وأهمية إنهاء الحرب الدائرة هناك وبما يضمن للسودان وحدته ويرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق وأيضا تحدثنا بشكل مستفيد عن الأوضاع في اليمن وفي لبنان وكما ذكرت أن البحر الأحمر وتوافقت الرؤى بين بلدينا وبيننا على أهمية العمل سويا لمنع تساع رقعة الصراع الإقليمي وأيضا تحدثنا بشكل مذهب عن الملفات الإفريقية والتعاون المشترك بيننا في مجال التعاون في القارة الإفريقية تحدثنا باستفادة حول سد النهضة والأوضاع الخطيرة في منطقة القرن الإفريقي وأهمية الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والرفض المصري الكامل لأي إجراء من شأنه أن يمس بوحدة الصومال وسلامة أراضيه ومن ثم بنجدد بطبيعة الحال رفضنا الكامل لمذكرة التفاهم التي تم توقعها ونعيد التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصومال السيدات والسادة أجدد ترحيبي بالضيفان العزيز والصديق السيد هقان فيدان وأتمنى له رحلة آمنة وسعيدة في طريق العودة إلى تركيا الصديقة حاملا معه رسائل المودة والتقدير من مصر وقيادتها وشعبها إلى تركيا قيادة وشعبا صديقا ونؤكد حرص مصر على تعميق التعاون مع تركيا من أجل الوصول إلى مستقبل مزدهر للعلاقات يكون على مستوى العلاقات التاريخية التي تجمع بين بلدين وشعبين الصديقين والشقيقين وبقدر ثقل البلدين في المنطقة وفي تاريخ المنطقة وبما يعزز من دورهما الإيجابي في حاضر هذه المنطقة ومستقبلها بإذن الله شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة وبركاته دعوة وبركاته عن سعادتي والسروري بزيارة القاهرة مرة أخرى وأنا أتقدم بجزيل الشكر إلى أخي معلي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاتي للحفاوة وحسن الاستقبال وأبارك له مهمته الجديدة وأنا متأكد بأننا سنعمل سويا من أجل تطوير علاقاتنا بكل ما لدينا من إمكانيات وبكل عزم وحزم أيها الإخوة والأخوات كما تعلمون أن منطقتنا أصبحت تشهد طوقا من النيران ونحن نولي اهتماما كبيرا بالتشاور الوثيق فيما بيننا وكذلك سنعقد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى من خلال زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح سيسي إلى تركيا وكما تعلمون أنني حظيت باستقبال من قبل الرئيس سيسي وأبلغته تحيات فخامة الرئيس وذكرت له أيضا بأننا نتطلع لزيارة فخامته في تركيا في أقرب وقت ممكن لا شك أن زيارة فخامة الرئيس إلى القاهرة المؤخرة قد دفعت دفعا قويا لعلاقاتنا أيضا ونحن سعداء بذلك ونرحب بذلك ونعمل على تعزيز وتكثيف علاقاتنا في شتى المجالات وأنا أؤمن بأننا سنرفع بمستوى علاقاتنا التجارية والاقتصادية إلى مستويات أعلى وكذلك نحن نستمر في أعمالنا المتعلقة باستئناف رحلات البحر رورو بين ميناء مرسين وإسكندرية في إطار اتفاقية التجارة الحرة كما أنني وجدت فرصة من أجل الحديث عن فرص الاستثمار والأعمال أيضا والتسهيلات المقدمة لتعزيز التعاون بين البلدين وهدفنا المشترك هو الوصول إلى 15 مليار دولار كالتبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة ونحن نعتبر مصر شريكة آمنة على مدى بعيد أيضا ولذلك تطرقنا أيضا إلى شتى المسأل بما فيها موضوع الطاقة النووية وموضوع الغاز المسال الأنجي ونولي اهتماما كبيرا بمجال التعليم والثقافة أيضا ونعمل على زيادة تقديم المنح الدراسية للطلاب المصريين أيها الإخوة والأخوات كما تعلمون أننا وجدنا فرصة للتطرق إلى مواضيع إقليمية كما ذكره أخي العزيز مع الوزير قبل قليل لا شك غزة كان هو ضمن الأولويات وإن هجوم إسرائيل يمثل تهديدا كبيرا حيث أن إسرائيل قامت لقتل ما يزيد عن أربعين ألف فلسطيني على مر عشرة أشهور الأخيرة وتطرقنا كذلك ما يمكن إلى ما يمكن أن نفعله أيضا من أجل وقف هذه الوحشية ونحن نرحب بجهود وتنسيق مصر مع قطر من أجل أيضا العمل ووقف إطلاق النار أيضا ونحن لم ندخل جهدا في تقديم كافة الدعم اللازم إلى إخوتنا المصريين والقطريين في هذا المسار ولكن تعلمون أن الجانب الفلسطيني كان دائما يقدم مبدأا ويتعامل بشكل بنا بينما كانت دائما إسرائيل هي الجهة التي دائما تطرف المشاغب ونحن كما تعلمون أنني أتذكر هنا الشهيد إسماعيل هنية هنا وألعن فعل إسرائيل باغتيال أيضا المفاوض الرئيسي إسماعيل هنيفة ونستنتج من هذا الحدث أن نتنياهو لا يريد سلاما نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة برمتها إسرائيل وإنما تسعى إلى العنف والتوسع أيها الإخوة والأخدات إن الوحشية في غزة قد كشفت عن مدى عزي أيضا النظام الدولي لأن إسرائيل وخاصة دعم إسرائيل بلا قيد وشرط هو سبب في زحزحة مبادئ وأركان نظام القانون الدولي والذين يعتبرون الاحتلال في أوكرانيا هو جريمة يمثلون قروض الثلاثة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وكما رأينا بأننا كيف أن الكونغرس الأمريكي ربح رحب بناتنياهو وسمح له بإلقاء خطاب هناك ونحن نقول لا يمكن أن يكون كرسي البرلمان هو مكانا لجلوس مجرمي الحرب بل يجب أن يكون كرسي المهتهم هو كرسي المجرمين فقط ويجب على إسرائيل أن تتراجع عن هذا الخطأ الفادح أيضا فإن الاستفزازات من قبل نعم اليهود الإسرائيل المتطرفة يمثل خطرا وإذا لم يتم وقف ذلك ليست المنطقة بل العالم ستدفع ثمنا أيها الإعلاميون سيدات وسادة قبل زيارتي إلى القاهرة قمت بزيارة العريش ورفع أيضا وقد تلقيت معلومات مباشرة من مصادرها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية فإن مصر تلعب دورا محوريا في إيصال المساعدات إلى غزة ونحن نشكر إخوتنا الفلسطينيين ليتمكننا من استخدام مطاراتهم وموانيهم وترق الإيصال وإن تركيا قد أوصلت حتى الآن أكثر من 56 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة ونحن نتقدم وتركيا بذلك تتبوى الصدارة في تقديم المساعدات الإنسانية وأنا أشكر أيضا مصر والهلال الأحمر المصري وبزارة الصحة والسكان المصري على تعاونها معنا في هذه المرحلة في إيصال المساعدات وحقيقة إن إسرائيل الآن مزعجة جدا من إيصال هذه المساعدات لأنها تريد أن تقتل الفلسطينيين الذين لم تستطيع تقتلهم بالأسلحة والقنابيل عن طريق تركهم جوعة والعطشة أيضا أيها الإخوة والأخوات نحن كذلك نسير عملا ديبلوماسيا مكثرا بقيادة فخامة الرئيس الجمهورية رجب طيب أردوهان من أجل وقف أيضا المجازر في غزة ونحن كما تعلمون نتابع التطورات لمقاضات إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية وتركيا اتخذت قرارا بأن تكون طرفا في ذلك وإن شاء الله سنكمل الملف قديما وسنقدم إلى المحكمة ونحن نريد أن تتأسس دولة فلسطين سالمة ومستقرة وهذا حق طبيعي للفلسطينيين أيضا ونحن لا نريد فرض أي أمر على الفلسطينيين لأن الفلسطينيين قادرون على تقرير مصيرهم وكذلك إدارة شؤونهم وتحديد مستقبلهم أيها الأخوة والأخوات ونحن كذلك نقول اهتماما كبيرا بأن نكون على تشاور وثيق مع مصر في مواضيع متعلقة بأفريقيا وننظر إلى مواضيع وملفات من زاوية موحدة وكما تعلمون نحن نتألم على ما يجري في السودان حاليا من اشتباكات ونحاول أن نكون إلى جانب أخوتنا السودانين ونتواصل مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لإيصال المساعدات أيضا ونحن نأمل بأن يتم وقت إراقة دماع الإخوة فيما بينهم ونحن جاهزون لتقديم جميع أنواع الدعم والجهود الدبلوماسية لتحقيق ذلك أيضا وكذلك نحن نتشاطر الرأي مع مصر في ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية للصومال والحفاظ على سيادة الصومال وأيضا نحن ندعم معا وحدة وتكامل ليبيا ودائما نعرب أن هناك تطابق كامل بين بلدين بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من أجل تأسيس دولة موحدة من حيث المؤسسات أيضا ونستمر في تشاوراتنا في موضوع ليبيا أيضا أيها الأخوة والأخذات أود التأكيد هنا أمامكم بأن البلدين عازمان على أن يكون على تواصل وثيق من أجل تطوير العلاقات ولا شك أن التشاور والتنسيق هو سيعزز إمكانات البلدين وسيسهم أيضا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ونحن بناء على هذا الرأي والتفاهم سنستمر بأعمالنا وأنا هنا أتقدم وأجدد شكري إلى أخي العزيز معالي الوزير بدر عبد العاطي وأيضا السلطات المصرية على حسن الاستقبال والحفاوة وبهذه المناسبة كذلك نبلغ تحيات شعبنا إلى الشعب المصري الشقيق سؤالي معالي الوزير دكتور بطري عبد العاطي تأتي زيارة وزير خارجية تركيا لمصر في إطار تعزيز محطة همة وفي إطار تعزيز العلاقات الصنائية وأيضا الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الزيارة المرتقبة إلى تركيا هل لك أن تطلعنا معالي الوزير على ما تم في اجتماعات اليوم للإعداد لهذه الزيارة وهل أيضا بترى أن هناك موضعات ربما ستحظى باهتمام خاص خلال الفترة القادمة بالنسبة للعلاقات الصنائية؟ شكرا شكرا جزيلا بالتأكيد كان فيه حيز كبير من النقاش اللي دار مع معالي وزير خارجية تركيا على التحضير لعقد الاجتماع الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي برئيسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفخامة الرئيس رجب طيب أردغان تناولنا بشكل مفصل الحسن الإعداد والتحضير لإنعقاد هذا المجلس في دورته الأولى وأيضا بالتأكيد تناولنا المخرجات للزيارة الرئيسية الأولى لفخامة الرئيس إلى تركيا تحدثنا عن الاتفاقيات ومذكرات التعاون لسا يتم توقيعها في مختلف المجالات هناك اتفاقيات رهن التوقيع وجاري الانتهاء منها في كافة مجالات التعاون تحدثنا أيضا عن مخرجات لهذه الزيارة فيما تعلق بالتعاون الاقتصادي التعاون التجاري زيادة الاسمارات التركية في مصر أيضا التعاون في مجال التجارة وسبل اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى الوزول إلى الهدف المبتغى بأن نصل بحجم التبادل التجاري إلى مبلغ 15 مليار دولار في المستقبل القريب تحدثنا أيضا عن التعاون في المجالات التعليمية والثقافية وهناك اتفاقيات فيه عدد كبير من اتفاقيات أو مشروعات الاتفاقيات حتى يكون دقيقا يجري الانتهاء من مراجعتها ويتعين التوافق بشأنها بين الجانبين والانتهاء من الإجراءات القانونية والدستورية لكن هذه الاتفاقيات تغطي كافة مجالات التعاون الثنائي في كل ما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين كان فيه لقاء مطول حول هذا الأمر واتفقنا مع معالي الوزير على تكليف مساعدين للعمل بجدية على إنهاء كفة أي بطء في الإجراءات حتى يتسنى التوقيع على هذه الاتفاقيات خلال القمة المرتقبة وأيضا تحدثنا عن أي أمور قد يتم انتهاجها أو اتخاذها بدفع هذا التعاون قدما وإنزالة أي معوقات ونقلت كما ذكر الوزير هقان أن الحكومة المصرية الحالية تضع نصب عيونها قضية الإصمار بالتأكيد وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإخواننا وإشقائنا من رجال الأعمال من تركيا لديهم استثمارات كبيرة هنا ونريد مزيد من هذه الاستثمارات فبالتأكيد من الآن وحتى الزيارة بالرئاسية القادمة وحتى تدشين مجلس التعاون الاستراتيجي سيكون هناك سلسلة من اللقاءات على مستوى كبار المسؤولين لقاءات هنا في مصر ولقاءات في تركيا كل طرف مع الوزارات المعنية ولقاءات أيضا مشتركة بين الجانبين المصري والتركي حتى ننتهي من مخرجات محددة للزيارة الرئاسية والانعقاد هذا المجلس في دورته الأولى وبما ينعكس بالتأكيد بالخير والنماء والرفاهية للشعبين الشقيقين شكرا منذوب وكالة الأندول سيد عامر تفضل سؤالي إلى هاكم في دان وقد وقع تبادل الأسرى في أنقرة و26 شخص رجعوا إلى بلدانهم كيف كانت هذه الدبلوماسية وراء الكواليس شكرا شكرا جزيلا السادة والسيدات الإعلاميون كما تعلمون وقد أعرب فخامة الرئيس مرارا ونحن دائما نعرب في سياستنا الخارجي بأننا ندعم جميع الجهود الرامية إلى المصالحة والإفاق أحيانا تتجلى سياستنا في الوساطة وأحيانا في تبادل الأسرى وما ذكرتموه بعودة 26 شخص إلى بلدانهم ما بين روسيا وأمريكا كان ربما أكبر اتفاقية أو حالة في تبادل الأسرى من حيث العدد قبل ذلك أيضا وقع تبادل الأسرى ولكنها من حيث العدد كان الأكبر ونحن رأينا بأن أمريكا وروسيا اعتبرت تركيا جهة آمنة لتحقيق هذا التبادل وكان جهاز المخابرات التركي كان على تواصل مع الأجهزة المعنية لكل البلدين وتمت إدارة الموضوع وأنا أريد أن أهني رئيس جهاز المخابرات إبراهيم قدان وسائر الإخوة العاملين في الجهاز وأنا لا يمكن أن أتطرق إلى تفاصيل هذا الموضوع لأنه كان عملا من قبل الأجهزة المخابرات المعنية أستاذ أحمد مهران فضل من سكاي نيوز عربية سؤال موجه لمين؟ السؤال موجه لمعاني الوزيرين معا طبعا هناك حالة تصعيد غير مسبوقة في المنطقة حاليا وهذا الوضع يعني ربما ينذر باتساع نطاق الصراع إلى مرحلة الحرب الإقليمية التي قد تؤدي بدورها إلى فوضى شاملة في المنطقة السؤال الآن هل يمكن أن تطلعون على آخر مستجدات التنصيق المصري التركي لإحتواء هذا التوتر الراهن في المنطقة وهل يمكن أن نتوقع إجراءات استجابة علنية ومشتركة بين الجانبين المصري والتركي تترجم هذا التنصيق على أرض الواقع؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال الهام بالفعل يعني جزء كبير جدا من مباحثتنا اليوم مع أخي معالي الوزير فيدان تطرق إلى قضية التصعيد لأن كما ذكرت مسألة التصعيد الحالية الجارية في المنطقة تنذر بالدخول في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولا تذر وهذا الأمر يعني محل قلق شديد جدا لدينا ولدى الجانب التركي وهناك تنصيق كامل بين بلدينا فيما يتعلق بأن كل طرف يستغل كل قنوات التواصل له مع الأطراف المعنية حتى يتم العمل على خفض حدة التوتر وخفض التصعيد لكن بالتأكيد يعني هذه السياسات الرعناء الغير مسؤولة بالاختيالات السياسية هي بالتأكيد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة أنا أحط أخي معالي الوزير التركي بكل الجهود التي تقوم بها مصر بتوجينات من السيد الرئيس الجمهورية للعمل على تخفيض حدة التصعيد يعني بعد هذا المؤتمر الصحفي لدينا اتصالات مكثفة سأجريها مع أنتوني بلينكين ومع وزراء آخرين بالأمس تحدثت مع الوزير لفروف تحدثت أكثر من مرة مع الوزير الإيراني الدكتور علي باقري تحدثت أيضا مع رئيس وزراء لبنان ووزير خارجية لبنان وإن شاء الله هناك زيارة لوزير خارجية لبنان حتى إلى القاهرة وسنتحدث فيها بشكل مفصل حول ضرورة ضبط النفس وضرورة عدم الإنجرار إلى الاستفزازات التي قد تؤدي بسبب سوء في الحسابات إلى اندلاع حرب شاملة وستضر الجميع بلا استثناء فبالتالي لدينا مصطحة مشتركة مصر وتركيا في العمل على تخفيض حدة التصعيد وتحكيم العقل وعدم الإنجرار وراء الاستفزازات التي تتم من آن إلى آخر لجر المنطقة إلى حرب واسعة ستهدد الأمن والاستقرار والرفاهية في المنطقة فبالتأكيد لدينا رؤية مشتركة ولدينا توافق بل تطابق في وجهات النظر حول أهمية السعي لتخفيض حدة التوتر والتصعيد وكل طرف يستغل كل ما لديه من اتصالات إقليمية ودولية للعمل على كبح الجماح ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة مع الوزير شكرا جزيلا حقيقة أن معالي الوزير قل عرب بشكل مختصر ووجيز نحن في تركيا ومصر نبذل قصارى جهدنا من أجل خفض التوتر في المنطقة ونحن كبلدين مسؤولين في المنطقة لن نبقى متفرجين على المجريات مجريات الأحداث في منطقتنا بل سنعمل على تقديم جميع المساهمات والإسهامات والدعم من أجل خفض التوتر في المنطقة وإن حديثنا اليوم وجلوسنا وتشاورنا فيما بيننا نعمة كبيرة ونحن على وعي بذلك ونحن نتطرق إلى قضايا وملفات ذات الاتمام المشترك في المنطقة مثل الصومال وليبيا واليمن وغير ذلك من الملفات والتركيا ومصر على تنسيق وتعاون في معالجة هذه المسائل وكما تعلمون نحن دائما كنا نوجه تحذيراتنا للتحصيد في غزة وخاصة أن الدعم لمجازل إسرائيل سواء كان فعليا أو بالصمت دائما كان مضرا وسيضر هذه الدول أيضا في المستقبل نجد أن هناك دعم يأتون إلينا وإلى مصر يقولون أن هذا الطرف الدول الأخرى لا تدخل دائما نجد أن بعد ذلك إسرائيل تقوم بقصف وقتل مثلا ديبلوماسيين الإيرانيين في دمشق ثم يأتون إلينا أنتم عليكم أن تتدخلوا حتى لا يتم التصعيد والآن نفس الشيء تم اغتيال إسماعيل هنية وأتوا إلينا ويقولون لنا تدخلوا من أجل عدم التصعيد ولكن هذا لا يمكن أن يكون أمرا مستداما يعني بأن تدعم الولايات المتحدة وأن تخفف أيضا عن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة وتحاول أن تستطيع ونحن نقول يجب عليهم أن يقفوا موقفا حقيقيا من أجل وقف ذلك لأن المنطقة غير قادرة لتحمل توترات أكثر ويجب أن ينصت إلينا نحن كأبناء المنطقة وشعوب المنطقة وأنا واحد منهم أتحدث فإن الحالة النفسية التي يعيشها الشعب وخاصة هذه المشاهد التي يشاهدها الناس وعدم إيصال المساعدات وعدم إيصال يدعون إلى الفلسطينيين الذين يموتون ونشاهدهم في الشاشة ثم بعد ذلك أن يتم الحديث من قبل الدول بأنها تقدم الدول الغربية وبعض الدول أيضا بأنها تعطي دروسا عن الديمقراطية وفي حين أنها تتصرف تصرفات مناحظة لذلك وبالتالي نجد في أن في هذا الوقت الذي فقدت إسرائيل جميعا شرعيتها ومستقيتها أيضا الدولية فإن تركيا ومصر أصبح دورهما أبرز من أجل الحفاظ على نظام عالمي عادل ونحن نتبنى هذا الموضوع بالحق ونبذل قصار شهدنا يدا بيد من أجل تحقيق السلام أيضا شكرا شكرا جزيلا أريد فقط أن أقليل بشكل سريع يعني أنا باتفق مع ما ذكره معالي الوزير تماما وأن كل طرف عليه مسئولية أن يتدخل ويتحرك لمنع انفجار الأوضاع مرة أخرى السبب الأساسي هو استمرار العدوان في قطاع غزة وهذا هو المصدر الأساسي لعدم الاستقرار ولتهديد السلم والأمن في المنطقة وفي العالم كله كما ذكرنا أكثر من مرة هذه الازدواجية في المعايير يعني تجعل النظام المتعدد الأطراف والنظام الدولي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على المحك بسبب هذه الازدواجية في المعايير وعدم انتباق نفس المعايير على كل القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة شكرا جزيلا شكرا